السلام عليكم ورحمة الله البنات نتمنى تكونوا بخير وعلى الف خير ودائما يلقاكم هاد الفيديو في احسن الاحوال اه اليوم غنقدم لكم البغرير يعني المغربة اللي معروف وما كي اختش شي ضر مغربية كما كتلاحظو فكي يجي هائل وكي يجي خفيف ومتقب والسر دي هاد الاعين اللي فيه وديك شي هذا يعني صراحة غنوريكم الطريقة سهلة جدا وما كيحتش للمقادر بزاف وغادي تجربو وغا تشكروني عليه اه فصراحتان كي يجي لديد بزاف وانا ولدتك يعجبهم وقلتها نصايبو علش لما نوريكم ش الطريقة وهو صراحتان سر ديالو في حالي المغربة دائما كنسمعو بان ضروري تكون المقلة غزالة وتكون زيانة وتكون جديدة وخاصة بالبغرير فانا غنوريكم باناني غنستعمل يعني مقلة عادية وهكدك غادي غادي يصدق لي وغادي تشوفوا اه يعني كيفاش ايجا فانبدو على بركة الله المقادر وطريقة التحضير غنحتاجو لثلاثة الكيسان ديالعنبا ديال الفينو دقيق الفينو او لدقيق القمح الصوب كيما كنعرفو هنا في المغرب بالفينو غنحتاجو كذلك ثلاثة الكيسان ديال الماء ونص كاس وغنحتاجو لملعقة اه يعني كبيرة ديالخميرة اه الخبز او الخميرة الفورية ثم غنحتاجو لنس ملعقة ميناء المرح وهنا ما صواتش نسيت ما نصورتلكمش بان خاميرات الحلويات من وزن تمنيا قرام صافي هدي المقادر اللي غنحتاجو اه غنستعملو هاد يعني الخلاط باش ننجمعو هاد العجين ديال هاد البغرير هذا فكنا ناخدو كاس ديال الخلاط ديالنا ثم كنضيفولو اه الماء اه والماء يكون البنات اه دافئ فهذا بالنسبة للمبتدئات يعني مزيان غاية يجيهم ساهل ما غاديش يجيهم شي حاجة اللي صعيبة وفي نفس الوقت كي خمر ضغيان غنضيفول هاد الكاس هاد ثلاثة الكيسان ديال الماء دافئ ونصف ثم غنضيفو ثلاثة الكيسان ما يكونوش عامرين ديال الفينو دقيق الفينو وغنطحنوهم زيان بعض الاضافة ديال الملح والخميرة الفورية وخميرة ديال الحلويات وغنطحنوهم زيان وغنستعملو هاد الخالط هاد مباشرة يعني ما كيحتاش ما كيحتاش الوقت باش يخمر لنا او لا شي حاجة يعني بالنسبة لضياف الغفلاء او لا يعني لكنتي مزروبة ولا شي حاجة فهاد البغرير هاد ساهل ماهل وكيوجد بسرعة صافي هنا ضفت المقادير كاملين وغنطحنوهم مزيان وغن ندوز باش يعني باش نصيب هاد البغرير هادا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة باش كتجينا يعني النسبة كلها وحدة كتجي يعني بالمقياس قد بعضياتهم كيما كتلاحظو هنا هي العافية او النار كتكون في الول مجهدة ومبعد كتنقصوا عليها باش كيطيبو ضغيرا على خاطرهم ومما ما كيحتاجوا الطيب بزيف صراحة هاما كيما كتلاحظو بدا كيبانو دوك مع العلم انني استعملت مقلات كيما سبق وذكرت ليكم قديمة يعني ماشي شي حاجة اللي جديدة او لا عندي شي مقلاة خاصة ديال 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 البغرير فمقلعة عادية مستعملة تبارك الله ما شاء الله ها كيما كتلاحظوها هو على قدم عينيكم مباشرة كيفاش تستقلية البغرير ما شاء الله يعني بالنسبة للبنات البساطين والعاديين يعني بإمكانكم تستعملوا اي مقلات عندكم في المنزل وان شاء الله غادي بهات الطريقة هادي غايز دقليكم وغادي خرجوا العوينات ديال البغرير وكنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفة هادي وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم وبيلي جيم والبارتاج مع الاصطيقاء باش تدعموني في القناة ديالي وبصحتكم وراحتكم وإلى فيديو قديم بحول الله اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة